أعتقد كلمة الأهلي بمن حضر دي عاملة مشكلة كتيرة جدا لناس كتير جدا ولكن يا أخي أكبر رهانات خاسرة ممكن تدخلها في حياتك هي الرهانات الخاسرة اللي ضد النادي الأهلي أو اللي تعتقد فيها أن أنت تستغل ظرف النادي الأهلي عشان تضرب بيه قاعدة تاريخية اسمها الأهلي بمن حضر بس للأسف ردت في صدرك نطلع ونشوف الفيديو ونرجع نعق مواعيد المباراة لا بد أن البطولات فيه أجندة دولية بشكل عام مختلفة مع الاتحادات القرية لازم كله ده مصبوط لكن أن ألعب بطلتين كبار أي أن كان هم إيه وألعبوا في توقيتات متقاربة طبعا من الصح الأهلي أكيد تظلموا أكيد أن لعبة كتير هتغيب منه مؤكد يعني لكن أنت دايما بتوع الأهلي بمن حضر لا لي بمن حضر فما تقعدوش ترجع تقولوا الناس ده تغلب عشان مش عارفه أنت بتوع الأهلي بمن حضر لا هو الأهلي بمن حضر خليكم في الجملة ده يكملوا عليه ما هو بمن حضر الأهلي بمن حضر يعني أنت توقعك الشخصي تنتظر إيه من الأهلي في هذه البطولة تنتظر إيه من الأهلي يتغلب خمسة زي ما اتغلب مش بتقولوا الأهلي بمن حضر ها دي المشكلة ما حدش بتعلم من التاريخ ما حدش بيستوع بدروس الماضي ونفس الأخطاء بتتكرر أنت بصيت لقيت النادي الأهلي خسر قبل كده تنين وخسر قبل كده خمسة من منتيري الأهلي في الظروف صعبة جدا أنت فاهم كويس قوي أن الأهلي بمن حضر إحنا بنستخدمها كاستثناء قولنا في ظروف تاريخية بتبقى استثناءات في تاريخك ومش قاعدة لأن طبيعة البشر وطبيعة المنطق وطبيعة أي شيء لإعلاقة بالأقوى والأضعف في ظروف ما ما يقولش أنك تقدر تحط الأهلي بمن حضر كقاعدة ولا النادي الأهلي ياخد كل البطولات وفي كل الأحوال ويكسب كل الفرق ولكن فرصة حلوة قوي أستغل الظرف النادي الأهلي أكيد حيخسر بسكور في المباراة زيدي وأطلع أقول النادي الأهلي حيخسر خمسة فإذا بالنادي الأهلي يعمل درس للتاريخ وأنا متطفق زي ما أسامة قال لكم أنه هو أعظم درس في تاريخ النادي الأهلي في قصة الأهلي بمن حضر لأن لو كان قدام الزمالك في 85 تاريخ المواجهات المباشرة يديك أفضلية أن أنت حتى نفسيا تعتقد أن ده وارد في غياب عناصرك الأساسية ويقاف 16 لاعب تقدر تعمل ده فتاريخك قدام منتيري ما كانش يخليك حتى نفسيا تحس ده لكن النادي الأهلي بيدي درس لكل واحد ما هنش عارف مين هو النادي الأهلي أنه يتعلم لو عايز يتعلم لأن البعض حيفضل بدون تعليم أصله ما أخدش درس ما أخدش درس لما الأهلي فاز على منتيري أنتوا مش بتقولوا الأهلي بمنحضر تفاجئتني الأهلي لما فاز على منتيري شفت اللي قاله فارس بقى وبيدي درس هو ما أخدش درسي خالص ليه ما أخدش درس أنت تاني لأن الأهلي طبعا واجه بالميرس بس قبل ما أروح للأهلي واجه بالميرس نقطة مهمة جدا في الأهلي بمنحضر بس حابين برضو نأكد عليها ألا وهي مش من الطبيعة أبدا أنك تيجي تظلمني وتقول لي إيه عبا أمشي الأهلي بمنحضر تعرضني في الموعيد وتقول لي إيه عبا أمشي الأهلي بمنحضر حلل أنت بقى مشكلتك دي أنا أصدر لك المشكلة وأنت حلها بما أنك مؤمن بالأهلي بمنحضر لما بنيجي نتكلم في قضايا عدلة اديني قضيتي والديني العدل حتى لما كنا بنتكلم في التحكيم سيبك أنا سيء أنا كويس اديني العدل وما لكش دعوه بالقصة الباقية أنا بقى أقدر أتعامل مع باقي الظروف فدي نقطة مهمة جدا بس عشان تعرض الموعيد ولعب بقى الأهلي بمنحضر دي رقم واحد رقم اتنين بالنسبة للدرس لا أو ما تعلمش الدرس خالص لأنه لما تغلبنا من بالميرس في النصف النهائي كان الأستاذ عمر بيقود أرقام سلبية تجاه النادي الآلي دون الإشارة للأرقام الإيجابية اللي تكلم عنها النادي الآلي أنه أنتوا أكثر فريقة هزمها أكثر فريقة تقابل أهداف والكلام اللذيذ ده في وقت الخسارة للنادي الآلي وكون راحين نقابل الهلال بقى فعشان نقول لكم ونثبت لكم أنهم ما تعلمش الدرس نشوف الفيديو ده ونرجع نعق شايف موش الهلال بطل أسيا والأهلي بطل أفريقيا ازاي تلت ورابع مبارا صعبة جدا 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 طبعا يعني أنا أتمنى أن النادي الأهلي يكسب اعتباره نادي مصري لكن أنا في النهاية شايف أن الهلال أقوى بكتير يعني الهلال فرقة تقيلة جدا فرقة عملت مباراة قوية جدا قدامت شيلسي أتمنى أتمنى بس موارد الأهلي المالية لا تقل عن موارد أنا بتكلم عن خامة اللعيبة عنده لعيبة محترفين على مستوى عالي جدا يعني الهلال فرقة تقيلة قدام جانب بالذات كمان وبعدين الهلال فرقة في أرضها ما تغلبتش من ثلاث سنين ما تغلبتش إلا مباراة واحدة فقط قدام نادي الزماني كان السوبر السعودي السوبر السعودي مع جرس اللي هو كسبه الزمكة أيام جرس عافية كان المطش ده احنا مكناش مش احنا اللي كنا نلعب كان مفروض مطل للدوري هو الأهلي حاول ما يلعبوش يلعب للاتحاد بس وهو جاله الهلال بكل أسف جاله وهو في البطولة يعني هيلعبوا هيلعبوا بقى توقعاتك المطش ده ايه؟ هو مطش صعب جدا تمنياتي فوز الأهلي توقعاتي فوز الهلال أنا بقى أردت ذمتكم اتعلم الدرس ما اتعلمش الدرس لأن لو اتعلم درس منتريه كان يبقى كلامه قليل قوي عن فكرة موجهة الأهلي والهلال وما كانش هيتطرق لفكرة مش الأهلي كان مش عايز يلعب الهلال في السوبر المصر السعودي طبعا يعني البطولة اللي دائما وابدل نبارك لنادي الزمالك على حصوله عليها لأنها بالتأكيد بطولة مهمة بالنسبة لنادي الزمالك فمن وقتها نادي الهلال ما اتغلبش بقى له 30 أو 40 لا هو اتغلب يعني هو حتى في الموسم ده اتهزم مباراتين يعني داخل السعودية لكن النقطة الأهم والكلام طبعا كابتن خالغاندور لازم يتدخل بنقطة كده فلما يجي ده أقول لك موارد النادي الأهلي المالية لتقل عن موارد الهلال السعودي القيمة التسوقية للنادي الأهلي والقيمة التسوقية للهلال السعودي الضعف للهلال الهلال 30 تقريبا والهلال تقريبا 60 فدي الموارد المالية ودي القيمة السوقية للناديين غير من انتقالات شتوية حصل أو حققها نادي الهلال يعني صرف فيها مبالغ كبيرة وكبيرة جدا جدا والسنادي فقط لغير الهلال السعودي كان ليه دعم 61 مليون ريال فمش هنتكلم في الموارد المالية بالنسبة لي لكن هنتكلم فيه ان انت مش هربت من الهلال طب واجه الهلال ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ربعية تاريخية تعلم الدرس؟ لا 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 مفيش يعني هو القصة كوميدية هو اخذ الخط الكوميدي فده واضح يعني انا افترضت والله من الفيديو الاول ان هنروح بقى نتكلم في حاجة فلاقيت برضو فواضح ان الموضوع كوميدي بالدرجة الاولى يعني واحنا بنحب الكوميدي يعني بنجابها هنا كتير جدا الناس طبعا مشاهدنا حبه يبقى فيه حاجة لايت يتفرجه على حاجة فيها ضحك شوية اكتر من حد عنده منطق فاحنا دايما يعني بنحبه برضو يبقى فيه شيء فيه فيه بتسامة دايما بنرسمها على وشوشكم لما انتوا تشوفوا الخط الكوميدي ده يعني ولكن النادي الاهلي انا بستغرف فكرة استحضار الزمالك انت بتراهن على الاهلي لانك مش عارف مين الاهلي فانا ما عنديش مشكلة لكن فكرة اصله هو مكسرش على ارضه هو هيلعب على ارضه يعني هو اصلا يا عم انت واصلا مش هيلعب على ارضه وحط المعلومة غلص يعني هو استحضار تعالى بقى نحط انت عايز اي حاجة تلاقي فيها تفوق والله الموضوع صعب يعني متخال فعلا داك المنافسة محد عمالي دار على اي حاجة حط فيها تفوق يعني نفقا بانفسكم شوية لان الموضوع والله العظيم صعب ويعني فيها لان بتحطه نفسكم في مواقف بيخة ولكن بعد بقى النادي الاهلي ما بيحقق البرونزية وبعد ما بتشوف هنا بقى الجمال بقى جمال النادي الاهلي انك ازاي تشوف الاخر وهو بيتكلم عنك بعد لحظة مهمة جدا نطلع ونشوف الفيديو اللي اكيد حيبسطكم انت كنت قلت تمنيت ان الاهلي اكسب يعني اللي ماتش بس كنت متوقع عن الاهلي اكسب كنت متوقع الهلال الهلال طبعا انا مباراة لغارتمية يعني انا مش فاهمة يعني الهلال ما جاش يعني الهلال ده فريق كبير جدا فريق محترم جدا بطل اسيا انا اخبالك ده في يناير جايبين سبعة لعيبة مسلا مش عارب ب30 مليون دولار او اكتر الزعيم تقريبا هو الزعيم بتاعها مش كده بسموه الزعيم اه بس اطرد منه اتنين برضو لا فاهم هو الزعيم لكن اللي شفناه ما فيش ملقناش فريق معرفش اين اللي حصل يعني الاهلي كان افضل طبعا هو الاهلي افضل لان فيه اتنين اطرد ما خلاص انت يعني لازم يقع افضلين الاهلي لا مش قبل الاطرد كان الاهلي كذبان برضو مضاعف يا فاند ماشي بس انا بقولك ملقناش الهلال ما جاش يعني المباركة من طرف واحد فقط مباراة من طرف واحد شطارة من الاهلي وحاجة كويسة ومبروك لنا كل ده احنا مش مختلفين فيه لكن انا بكلمك ان الهلال نفسه مجاش انا كنت متخالي ان هتفرج على مباراة 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 قوية الهلال امام تشيلسي كان فريق كبير كان فريق كبير صراح الهلال قدام زبا كان فريق كبير لما زبك كسبو لا مساهميها ايميها الهلال كان قوي جدا برضو كان مع مدير فاني روماني جامل جدا وكان فريق كبير لكن انا اللي شفته قدام الاهلي ما شفتش فريق يعني الهلال مجاش المباراة ده اللي انا بتكلم عليه ايه هو برضو لا عشان نكون منصفين لا فيه علامة استفامة جابت لا 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 ان الاهلي يتقدم في اول خمس دقايق او ست دقايق ده يحسب لنا الاهلي ولكن طبعا نقطة تحول والنتيجة كبيرة سببها طرد اتنين انت بتلعب تمانية ضد عشرة يعني انت غير اللجوان يعني تمانية في الملعب ضد عشرة ده لو واحد بيفرق الاثنين طبعا فرق كبير كده بيعمل فرق كبير اكيد عمل فرق بس كمان الهلال مجاش حتى في زي ما حضرتك بتقول قبل الطرد ما كانش فيه الهلال الهلال مجاش المباراة يعني لو مالك لعب في كاس العالم الاندية هتبقى بطولة كبيرة ولا لا هتبقى أجبر بطولة يا كابتن مالك لما يلعب في بطولة لازم تبقى أجبر بطولة مش هتبقى بطولة شرفية لا 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 هي مش بطولة شرفية في وجود الزمالك طيب أنا معاك الهلال مجاش طب ما ده بسبب مين نعم بسبب الاهلي يعني حاجة تحسب لنا وبعدين فيه بقى مؤامرة كبيرة في المطش ده أول مرة في تاريخ كرة القدم يطبق موضوع الطرد المفروض اللاعب اللي يضرب لعب من نادي الاهلي تجيب اللاعب في نص الملعب وتخليهم يبوسوا بعضه وتصلحوا ده القانون اللي يعمق ماه دعي ما اتطردت ده النادي الاهلي اللي ضغط بانه سجل الهدف الاول اللاعبة بدأت تتوتر ضرب اللاعب من النادي الاهلي طرد النادي الاهلي سجلت تاني ونقصي اللاعب واحد بس مش اتنين بعد كده طرد تاني ليه انت خرقت الفريق فعلا زي ما انت قلت ما جاش ليه انت خرقته من الملعب خرقته لما بغدته من اول دقيقة بشخصية النادي الاهلي وبحضوره يعني ده حاجة تحسب لنا ما تحسبش لنا أما بقى فكرة قصي لما وجهنا كان كذا على فكرة قيمة التسوقية دلوقتي اكبر وعنين مشكلة ان ياخل واحد بينسا ما بين فيديو وفيديو الفيديو اللي قبله قالك اللي اتنين موارد مالية هنا لما جاء هنا بقى قاله ايه ده جايبين لعبة بس بتلاتين مليون الله اكبر يعني عشان اخواتنا في الهلال واشقائنا وعلاقتنا بيهم جيدة جدا يعني انا عايز يعني تاخدوا بالكو يعني بعد الجملة دي فافتكر ان كده هيدرب اللي استعيله في الفيديو اللي عارضين وفوق همعرفش ان احنا هنعرضه رح قالك ايه بس لا 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 بازد دي خلاص يبقى موضوع الطارد النادي الاهلي قدم مباراة وقدم بطولة خلينا كده واحنا مرتحين وبنعرض الفيديوهات دي فخورين فخورين بحاجة اسمها النادي الاهلي اللي بيحقق وقع وغيرنا بيقول لو لعبنا في كذا لو عملنا كذا اصلا لو دي من عمل ايه لا يا عمل عمل الشيطان لو بتفتح عباب كتير